هنعمل النهاردة بقى الفريسكا خد الجميل التفاح المكرمل التفاح العنبر ليه اسامي كتير قوي لو عندكم تفاح حادق او طعمه مش حلو قوي هينفع قوي في الوصفة دي عندكم تفاح بالدي صغير كده هيبقى ممتاز في الوصفة دي هو عموما في الوصفة دي يفضل ان التفاح يكون صغير على قد ما تقدره بس عادي يعني كبير صغير ينفع يمشي كل ما كان اصغر كل ما كان اسهل ويعمل معكم كمية كبيرة بخسل التفاح كويس وبشيل لعنقود بتاعه ولو موجود او طويل او ظاهر يعني او واضح وبجيب بقى ايه خشبتين من خشب الشيش طوق وبقى حطهم في التفاحة بالشكل ده تاخدوا بالكم وانتو بتحطوا الخشبة ايديكم تبقى في الجناب مش تحت علشان ما ينزلش لتحت ويعوركم فناخد بالنا بس من الحتة دي ولو التفاح مش بيقف يعني واقفة معتدلة كده تقدروا تشيلوا منه حتة وتساووا من تحت علشان يقف معكوم مصبوط بالشكل ده ونجهز بقى لعسل بتاعنا هنحتاج كوبايتين من السكر سكر الشي العادي وننزل عليهم بنص كوباية او زيادة حاجة بسيطة عن النص كوباية يعني معلقة بس زيادة من المياه نسيبهم على النار واول ما يبتدي يغلي نديله تقليبة ونديله عصرة لمونة او ربع معلقة صغيرة من ملح اللمون ولو عندكم عسل نحل او عسل ابيض يعني حطوا معلقتين كده او ممكن معلقتين من عسل الجولوكوس ده لو موجود مش موجود خلاص من غير عسل خالص وديت لهم تقليبة كمان ونقطتين كده من ملون طعام احمر حطوا لحد ما توصلوا للدرجة اللي تحبوها هو المفروض بيبقى لونه احمر كده ونسيبه بقى يغلي على نار هادية بنهدي النار خالص ونسيبه على نار هادية تسع دقائق عشر دقائق المهم لما تاخدوا منه حبة او معلقة صغيرة كده وتحطون في مياه بردة او مياه سقعة بصوا يمسك نفسه ويبقى بيتكسر ويبقى متماسك كده بالشكل ده كده هو تمام وجاهز معنا بنسيبه يهدى دقيقة يعني بس الغلان يقفوا وبعد كده نمسك بقى التفاح تفاحة تفاحة ونغلفه بالعسل او بالكرامل زي ما انتم شايفين كده ده تفاح مكرامل بيأكل بشكل رهيب التفاح بيبقى ضعم وحلو قوي يعني حتى لو حادق والاطفال مسلا مش عايزين ياكلوا هياكلوا بالطريقة دي طبعا التريقة دي اللي هي طريقة التنجولو او اللي هي الحلوة اللي هي اللي بتبقى متغلفة بالعسل المسكر ودي بتنفع لاي نوع فاكهة ممكن بالفراولة ممكن بالعنب ممكن باي فاكهة عندكم في البيت بس عندنا احنا في مصر منتشرة مسلا بالتفاح في المصائف اسمها فرسكا او خد الجميل او التفاح المكرامل وعاوزين العملية دي تبقى سريعة يعني متاخدش وقت لو بتعملو كمية كبيرة ممكن العسل بعد شوية بسلقه جيمد ومسك نفسه هتدفوه على النار عادي جدا وتكمله يعني ما تعملوش كمية تاني بس دفوه هيفك تاني وكمله بحطوهم على ورق زبدة علشان ينشفو ويمسكو نفسهم وقدر اشيلهم بعد كده بسهولة وهو سخن زي ما هو كده بحط عليه ايه من فوق ورقتين يعني اياه كده عشان يديش هكلي بس مش اكتر وكده بقى جاهز معنا عشان بس نحافظ عليه وما يجيش عليه حاجة بنغلفه ايه بنحطه جوه اكياس كده او نغلفه كده بالشكل ده طبفوزة او حاجة لو في حفلة في عيد ميلاد في مناسبة حلو اوي هيعجبهم اوي هو بس محتاج سنين محتاج ايه 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 صحة او هو ممكن يتمص ويتقتم كده كمان طعم وحلو بيأكل حتى لو الطفاح طعمه حتى مش مسكر ودي ميزة وفكرة جديدة ولو هم بيشباطوا فيه تقدروا تعملوا في البيت وبس كده اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ما تسوش تجربوا الوصفات اللي رأيكم فيها ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعها للفيسبوك واشوفكم ان شاء الله مرة جاء في فيديو جديد